المورد الثامن كان هناك مورد الثامن تاريخ مقتصر الدول ابن العبري سنأخذ صورة عن الأحداث عن هولاكو عن التتار عن مجريات الأمور عن حكام المسلمين في تلك الفترة حتى تتضح عندنا الصورة وتقترب إلينا الحقائق والأمور الواقعية التي حصلت بالنسبة أكثر مما كانت عندنا وحصلت عندنا قبل كل مورد يذكر قال ابن العبري والآن المورد الثامن هو فيما أتى في تاريخ مختصر الدول لابن العبري قال ابن العبري في صفحة 242 الظاهر بن الناصر ولما توفي الناصر لدين الله بويع ابنه الإمام الظاهر بأمر الله في ثاني شوال من سنة 226 سنة 622 هجري توفى الناصر العباسي وصار بعده الظاهر العباسي وكان والده قد بايع له بولاية العهد أي الناصر بايع للظاهر بولاية العهد وكتب بها إلى الآفاق وخطب له بها مع أبيه على سائر المنابر كانوا في الخطبة يذكون الظاهر والناصر ومضت على ذلك مدة ثم نفر عنه بعد ذلك وخافه على نفسه فإنه كان شديداً قوياً عالياً فأسقط اسمه من ولاية العهد في الخطبة واعتقله وضيق عليه يعني بعد أن كان ولياً للعهد لأنه كان شديداً قوياً عالياً أسقط اسمه من ولاية العهد واعتقله وضيق عليه وما له هذا الخليفة الإمام الناصر ما له إلى أخيه الصغير الأمير علي إلا أنه لم يعهد إليه فاتفقت وفاة الأمير علي الصغير في حياة والده وخلف أولاداً أطفالاً وخلف أولاداً طفالاً فبعث بهم إلى ششتر فعلم الإمام الناصر أنه لم يبق له ولد تصير الخلافة إليه بعده غيره لم يبق عنده إلا الظاهر فأهد إليه وبايع له الناس وهو في الحبس مضبوط عليه فلما توفي الناصر أخرجه أرباب الدولة وبايعوه بالخلافة ثم أظهر من العدل والأمن ما لم يمكن وصفه وأزال الظلم ورد على الناس أموالاً جزيلة وأملاكاً جليلة كانت قد أخذت منهم أيضاً هنا نسجل هذا التعليق نقول ما شاء الله الأئمة الخلفاء الصلاطين كانت من عادتهم أن يضعوا الأبناء هذا خاصة عندما من عند الذي يتبين وتظهر عنده الشدة والقوة والهمة العالية ماذا يفعل به يضعه الأب في السجن هذا الصراع على المناصب وعلى الكراسي وعلى السلطة وعلى الملك أين هذه التربية من هؤلاء الأئمة أبناء التيمية وأين تربية النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتربية علي للحسن والحسين وأين تربية الصحابة لأبنائهم أين تربية الخلفاء لأبنائهم من هذه التربية السيئة المنحرفة اللا أخلاقية من أئمة الأب الاب يضع الابن في السجن والابن يقتل الاب والاخ يقتل الاخ وهكذا كما مر علينا كثيرا فلما توفي الناصر اخرجه ارباب الدولة وبايعوه بالخلافة ثم اظهر من العدل والام ما لم يمكن وصفه وازال الظلم ورد على الناس اموالا جزيلة واملاكا جليلة كانت اخذت منهم وما زالت دولته كذلك عادلة آمنة منذ وليه الى ان توفي في رابع عشر شهر رجب سنة ثلاث وعشرين وستمائة يعني استلم في سنة ستمائة واثنين وعشرين هجري وتوفى في سنة ستمائة وثلاث وعشرين هجري اي كانت الخلافة اقل من سنة يقول وما زالت دولته وكذلك عادلة آمنة منذ وليه الى ان توفي في رابع عشر شهر رجب سنة ثلاث وعشرين وستمائة ستمائة وثلاث وعشرين هجري بعد تسعة اشهر من ولايته يكمل يقول المستنصر بن الظاهر اذا مات الناصر صار الظاهر الان الخلافة المستنصر المستنصر بن الظاهر ولما توفي الامام الظاهر بامر الله بيع ابنه المستنصر بالله بيع يوم مات والده واظهر من العدل وحسن السيرة اضعف ما اظهره والده وتقدم بانشاء مدرسته المعروفة بالمستنصرية